حبيبكم حبيب قلب عاملين ايه? هنعمل النرض كيكة الكاكيا وبالبودنج. بتلقى سهلة خالص. اول حاجة طبعا هنعملها الكيكة. ستة بيلت. عايزة بكسار واحدة واحدة. عشان كنت بتأكد بس عشان احنا في الحل فلازم اتأكد ان البيضة كل بيضة من اه منهم تكون سليمة مش بايزة عشان ما بوص بقية الخليط. وهحط طبعا الفانيليا. وآآ بعد ما نضرب البيض بشوية كنا ممكن نضيف شوية بعد السكر يعني. آآ نضيف شوية خل. لو حاسة ان لسه في زفورة. آآ كنت بحط بقية السكر اللي فاضل. حطنا كده البيض. وبعدين السكر والفانيليا طبعا عشان البيض. وهنضربهم بقى لحد ما لانهم يفتحها. طبعا كمان عشان احس ان السكر اللي انا حطيته ده ديب. ميبقاش ميخرفش كده في الكده. احس انها لقيت نعمة ولونها كمان يضايق. هنجيب بقى الكاكاو ونحطه على الدقيق. ونحط البكنج بودر. انا اخدت آآ نص كوباية. تمام? ده كده جزء حطيت نص كوباية على دقيق. ونص التاني هاخده احط عليه الزيت. ليه? عشان انا عايز اللون يبقى غامق. لما بتحطي اي حاجة آآ مادة دهنية على الكاكاو آآ بتدي اللون غامق. بصوا كده الكاكاو اللون غامق دي ازاي? تحسون انه غامق قوي. ده النتيجة دي بتطلع الكاكاة نفسها كاكاوة غامقة كده لونها حلو. مش الكاكاوة اللي هو بيبقى فاتح. طبعا انا زودت عشان في معيار زيت انا هحطه على الخليط. فبشوفه كده آآ مصبوط ولا لأ. ولسا بندرب اهو زي ما انتم شايفين. وحب ده بقى حط معلقة خل عشان انا شميت ريحة زفورة. فقط انا طبعا ما بحبش الكاكاوة على ريحة اي زفورة. فالحل هيضيع ريحة دي. وحنزل بقى بالزيت بالكاكاوة اللي انا عملته. بصوا احنا يسا ما حطوا ناشر كاكاوة التانية. واللون اللي اعمل ازاي? لسا ما انا ما نحطه كاكاوة دانية هتبقى لونها حلوة اجه. ادرك تاني عشان كله يتجنس كده مع بعضه. وحنزل بقى باية اللبن بتاعتنا. وبرده بنضرب مش بنوقف الدرب خالص. وهحط عسل. اربع معلق كبير عسل اسود. طبعا ده بيغمق وبيدي لون بردك حلوة للكيكا بتاعتنا. بيدي طعم طحفة بنقلك كاكاوة بحيتة تانية خالص. كده ما في دلنوش بقى لالخليط بتاعنا بتاع الدقيق. اول ما هي بقى جاهز معنا للحاجات السيلة كلها. حبدأ انزل بها بالدقيق عليه. كده خلاص جاهز معنا نزل بقى بالدقيق بتاعنا اللي عليك كاكاوة. ونضربه. طبعا نتاكد دايما ان ما فيش ديق في البولة من تحت او في الجناب. زي ما اننا احنا واحنا بنعمل بنعجان. باللسبات الى كده نشوف الجناب والبولة من تحت. هنا جاهزات معنا خلص. هنجيب بقى صانية ونحط في ورقة زبدة وارشها بالزيت برضو او آآ سمنة او اي حاجة عادي متوفرة. وهبدأ انزل بالحالية في الصانية. وادخل الفور. طبعا انا بساوي لان هي سميكة. آآ نوع كيكا دي سميكة عشان تستحمل. طبعا. وهي هتتزبط جوه. يعني حتى مهما عملنا اي هتتزبط جوه. حاني بتبقى ندخلها الفرن ونعمل بقى البولينج بتاعنا. معنا اللبن. وهي هتتعليه. النشا. وهي هتتعليه السكر. وطبعا متدوبهم عالبارد ما نرفعهوش عالنورة لما يكونوا مدوبهم كويس. وحنحط عليهم كمان الشوكولات شيبس. او اي شوكولاتة عندك موجودة. وممكن تحطي كاكاو شغال برضو. يعني الشوكولات هتدي طعم حلو. وابدأ بقى ان انا ادوهم وارفعهم عالنور. وطبعا طول ما هم محطوطين عالنور ما باسبهمش خالص. بافدر اقلب اللون هي هيضغير مع التقليب علشان اي شوكولات هابل بس ماتسيح. كل ماتسيح هيبان بقى اللون بتاعها. طبعا نوف التصوير طبعا مش باين قوي. كده البودينج اللي اجهز معنا. حنبدأ بقى حطه على الكيكا بتاعتنا اللي احنا طلعناها. انا تكون تكميل اللي انا عملتها كتعملها كزائر. طبعا لو عايزة تسقي كيكا آآ لبن مفيش مشكلة. بس انا مساقتهاش قلت كفايا عليها البودينج انها هتشرب منه برضو. وانجا زينها بقى اي شوكولات فرمسيح. اي حاجة عندنا انتم عايزين هتحطوها آآ عليها من فوق الوشي تجميل دوت مش اكتر ممكن نسيبها كده عادي مفيش مشكلة. آآ كان عندي شكوبهم عملت منه وردات. زي ما انتم شايفين كده آآ يعني كل لون حطيت تلاتة جميع بعض كده على شكل وردة يعني. كانوا من انواع التزيين لكن لو مش عايز انتم حطوها فيش مشكلة. ممكن سوداني ممكن جوز هند. اللي انتم تحبوه يعني. قلت بقى حطة ازرق يعني عشان يبان شويش حسن الالوان ديت ايه آآ فتحة قوية. بكده جهازة عندنا طبعا هنسيبها تبرد وبعد ندخلها التلاجة. وبعد كده اللي بقى نقطعها. والبودنج ده ممكن تعملين للولاد لو الواحده يعني عادي. اللي هو بيبقى داني الدوات اصلا. وكل ما بتبقى نواشوا كل عطاق احسن. يعني كل ما نوحها هيبيبقى حلو. كل ما بيبقى طعم البودنج حلو. كده خلاص حلصنوها. جربوها يا رب بتاعجيبكم وبالهنة والشفة.